موسيقى تزينت شوارع مصر لعيد الفطر المبارك وسط تزاح من المواطنين لقضاء حاجياتهما اللازمة للاحتفال بالعيد لكن الحلويات والكعك والبسكويت وغيرها ستظل معلما من المعالم التي تميز عيد الفطر المبارك خاصة صناعة الكعك في البيت المصري البسيط اثرت كاميرا البحرين ان تعايش صناعة الكعك في احد الاحياء الشعبية وبيوتها والتي تزينت استقبالا لعيد الفطر المبارك ودخلت البيت وتجولت وتابعت الاحتفاء بصناعة الكعك مع احدى العائلات البسيطة واولادها واطفالها دي حاجة اخدناها عن اهلنا ان احنا تعودنا ان احنا نعمل حاجتنا بادينا سامنتنا يعرفينها نطيفة دي ايه ان حاجتنا يعني بنعلم اولادنا لقدام بدل ما روح اشتري لأعمل في بيتي واعلم اولادش ومسلا زين بيتنا نعمل حاجتنا يعني كل حاجة تبقى يحوالينا حلوة كده والعيد وكل سنة ونطيبين بقى وكده هي علمتنا بقى نعمل زيها احنا تعودنا خلاص ان احنا كل سنة احنا بنتلم كلنا على الطابلية ونقوم نعمل كلنا مع بعض الكعك والبسكويت ونجيب اخوتنا وفي حد قريبنا عاوز يعمل معنا بنعمل كلنا وبنتلم كلنا بنعمل مع بعض وتحرص الاسرة المصرية على ضرورة الابقاء على عادة صناعة الكعك في البيوت باجتماع الاهل والاحباب والاطفال وتأصيلها في نفوس الصغار المظاهر باجة قبل العيد بنقعد كلنا كأسرة كاملة وعيلة ونشترك بقى اللي يقدر يعجن بيعجن واللي يقدر بيروح يسوي يعني الرجالة بتروح تسوي مع الحريم في الفرنة والولاد بيفرحوا يلعابوا يزقطاتوا احنا جايين في الصغات ممكن شباب من الولاد المنطقة يمدي ادوم في الصغ وياخدوا بسكوتي باخدوا كحكوه تبقى الفرحة مشتركة بيننا وبين الناس في الشارع حتى واحنا دي حاجة كويسة لانها دي عادات وتقاليد فمش عايزين نسيبها يعني نحنا اول لما نتيجي العيد قبل العيد بنجيب لبس العيد وبعد كده بنروح للفرن بنعمل الكحك وبعد كده نحسين انه يبقى العيد جاء وكده هو بقى خلاص العيد جاء وبابا بقى يبتيني هدية ظلت الكاميرا تتابع عملية صنع الكعك في احد المنازل والخطوات النهائية حتى خرجت ربة البيت بصاج الكعك الى احد الافران لتسويته احنا هنا طبعا متعودين زي كل سنة نعمل كحك وبسكويت ونساعد جيرانا يعملوا الحاجات في البيت واحنا نسوالهم هنا في الفرن وطبعا ده بنحب بعضينا والعيد فرحة علينا كلنا احنا بنعمل كحك وبسكوت وغريبة وبدي فور كل سنة في البيت وبردك بنشير من محلات برضك بسكوت وغريبة وكحك وبسكويت وقرص بصراحة ده لطعم وده لطعم وتركنا هذا الحي البسيط يلفه الهدوء والبساطة مع الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك سيظل عيد الفطر المبارك عيدا طيبا مباركا في مصر بمظاهره وتقوصه المتنوعة خاصة صناعة الكعك التي تتميز بها البيوت المصرية وخارج البيوت المصرية ترجمة نانسي قنقر